السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبقى نصف إيمانك الطهارة نصف الإيمان الوحيدة الطهارة القلب من الداخل من أمراضه أمراض القلب اللي هي الحسد والغل والحقد والأشياء اللي مش كويسة دي وطهارة الجسد من بر اللي احنا بنعملها من خلال اللي احنا بناخد شاور أو بنستحمى أو بنغتسل وكذلك الوضوء اللي بنعمله خمس مرات في اليوم رسوله صلى الله عليه وسلم بقول الموضوء ده زي كده قدام بيتك نهر بتستحمى خمس مرات كل يوم من النهر ده ممكن يبقى عليك أي واسخ أو درن طبعا لا فأنا عايز أقول أن الطهارة شيء مهم جدا في حياتنا طهارة من الزنوب طهارة من الأوساخ عندك الاستنجاء لما بتستنجى وبتتوضى والاستجمار بتروح الحمام ويرد بالمية بلاش الناس تستخدم النبك وإن كان ماسي جائز ولكن الماء لو فيه ماء الماء طهور طهر في نفسه مطهر لغير عايز أقول برضو سبحان الله لما نابسه الله سلم قال في الحديث الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والقرآن حجة لك أو علي كل الناس يغضوا فبائعوا نفسها وفي معتقها أو موبقها عايز أقول حاجة مهمة جدا أن بعض الناس للأسف الشديد لأنهم يعني أصبحوا بيهملوا سنن الفطرة اللي هو الاغتسال من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر أيضا الوضوء وكذا أو الاستنجاء وأصبحوا يعني ما بيهتموش في تقليم الأظافر أو في حلق العانة تحت الإبط أو حلق العانة يعني حوالين الـ أو الفرج وكذا وخصوصا تحت الإبط ده الأرمي بيتس دي بسموها يعني عامل لي فها بتاع أشجار سفانة زي الأشجار اللي ورايا دي وقعب بيحط بالريحة بترويها يا ابني ما انفقاش يعني صراحة عايز أقول حاجة مهمة نظافة يا جماعة نظافة يغسل الواحد يغسل اسنانه أو يتسوك أو يتوضى الأشياء المهمة دي مهمة جدا في حياتنا في الطهارة عشان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل صلاتنا ما في الصلاة بدون طهارة بدون وضوء طهارت المكان وطهارت الجسم نفسه وطهارت الملبس اللي بس الإنسان لابسه في الصلاة حاجات مهمة جدا احنا تخلي بلا منها القص الشارب وحلق العانى والاغتسال والتطيب وكده الرسول صلى الله عليه وسلم كان له مسكة كان يتطيب بها يعني الواحد كده يكون ريحته حلوة ويعطيه انطباع كويس كده عن الإسلام والمسلمين لأن للأسف الشديد بعض الناس تشوف لبسه كده للأسف والله تشوف لبسه بس كده يعني مش عارف وتلاقي مهندس أو دكتور أو تلاقي كده ولكن بيأكل بطريقة غريبة ولابس لبس بطريقة غريبة ويجي المزج يجوعد بطريقة غريبة ما تعرفش يعني في حاجة اسمها ايتيكيت ايتيكيت يعني هو الاتيكيت ده اللي هو اللي بتعلمنا منه والله أنا ما تعلمتش الاتيكيت من الاتيكيت الفرنساوي ولا الامريكي الاتيكيت اللي تعلمته أنا تعلمته من الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو علم الدنيا كلها الاتيكيت عليه الصلاة والسلام اداب النوم واداب اللباس واداب الكلام واداب الجلوس واداب الزيارة واداب دي كلها تعلمناها من الرسول صلى الله عليه وسلم فمهم جدا يا جماعة موضوع التهارة دي مهم جدا واحد يخسل سنانه كده ويخسل بالفرشة يخسل هدومه استحمى جاي من شغله تعبان صح تشغل طول نهار جزاك الله خير بس تقعد كده بهدومك اللي كنتش تشغل فيها وتقعد جنب زوجتك وقاعد طول هربة تشرب عامل فقطر الصعيد قاعد تدخل تشرب سجاير وبسنانك وبتاع عايز تروح جنب مراتك ازاي تشيب منافسك يعني انا مش عارف انا مش قادر اتقبل الموضوع ده خالص صراح يا جماعة الخير الانسان ده ربنا سبحانه وتعالى خلق ونضيف بيور فلزلك الانسان ده حافظ على التهارة دهيت وحافظ على نضافته علشان كمان يقابل ربنا سبحانه وتعالى وهو نضيف من الزنوب ومن السيئات والملايكة تكون حواليك لان الانسان لما يكون عنك وسخ الشياطين بتحب الوسخة دي وبالشياطين بتركبه اه بتركبه بتركب عياله وبتركب بيته كمان انما الانسان لما يكون طاهر ونضيف الشياطين ما بتقدر تجي الانسان نضيف صراحة لان ما كان الشياطين لعندي الاوسخ ناك فلزلك التهارة مهمة جدا والطبعا الافضل والاهم من كل تهارة الجسد مهمة جدا اللي بتكلم فيها والاشياء دي تهارة القلب تهارة القلب وتهارة القلب كفيلة ان هي تجعل الانسان يدخل لجنة ان شاء الله رب العالمين فنهتم في الموضوع ده تهارة رفعك في مكان عالي عند ربنا سبحانه وتعالى لان ربنا يحب التوابين ويحب المتطحرين سانة اللي بيتوب رب اللي ربنا سبحانه وتعالى دايما سانة المتطهر طهر نضيف حنجده كلها اشياء مهمة المسلم لابد ان هو يهتم فيها ان شاء الله رب العالمين ويخلي منظره حلوة كده عشان اللي هو خصوصا اللي اخواننا اللي عايشين في بلد الغرب المسلمين يعني بلاش بقى بلاش وبعدين اللي حطيتلي التاتو واللي عامل لي مش حافية حاجة غريبة كده بتشوف مناظر غريبة يعني صراحة وبعدين ماشي بفلنك او بشيرت كت والتحت الايب بتاعته الشعر اطول من شعري ايه ده ايه عم الحاج انت عاملها مزرعة فراخ ايه الله يديك يا ابني نضف نفسك يا حبيبي نضف نفسك سنطعنا الفطرة الاسلام بتاعنا قال لي ما اضافرك كده ايش دعافرك زي زي المخالب القط راح تخربش اه كلام ده الستاتو الرجال فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنوا اياكم من المتطهرين امين اشأل الله سبحانه وتعالى يا رب ان يتقبل منا ان شاء الله ويطهر قلوبنا ويطهر اجسادنا ويطهر السنتنا امين من الغيبة والكذب والنميمة والاشياء اللي تغضوا ربنا سبحانه وتعالى امين يا رب العالمين وبرك الله فيكم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وياكم وان يثبتنا على الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس اليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف المعاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة